بطلة حلقتنا النهاردة هي الفنانة زيزي البدروي صاحبة الوجه البريء والملامح الفريدة اللي رحلت عن علامنا في 2014 عن عمره يناس 69 عام وهي من موليد القاهرة سنة 1944 وعرفت طريق الفن عن طريق الصدفة ومنه هي صغيرة جدا اكتشفها المخرج عز الدين زولفقار وقدمها في فيلم بورسعيد وبعد كده توالت الأعمال الفنية للفنانة وعاشت زيزي البدروي حياة فنية صاحبة بالأعمال المتميزة وكسبت بها قلوب الجماهير وقدمت خلال مشوارها الفن العديد من الأدوار القريبة جدا من قلوبهم والفريدة من نوعها كمان وأبرزها دورها في فيلم أربع بنات وظابط وكمان البنات والصيف ومثلسل حضرة المتهم أبي واللحظات الحارجة وكمان عاشت معاناة كبيرة جدا في مراحل حياتها العمرية المختلفة حكت الفنانة زيزي البدروي عن معاناتها في حياتها وقالت إن هي كانت في أسرة فقيرة جدا وده خلال التصريح ده كان أقوى تصريحتها وقالت إن هي ما عاشتش طفولتها وكمان ما كملتش درستها علشان ظروف المادية كانت مش كويسة في الفترة دي وباها كان تعبان وأختها كانت بتبيع في محل وكمان ماهيتها ما كانتش مكفية وأختها الصغيرة ما كانتش بتشتغل وكمان كان فيه مسئولية ومصاريف كتير وأضافت زيزي البدروي وقتها إن مامتها تعبت قوي علشان تساعد الأسرة دي وكانت بتشتغل أعمال يدوية في البيت وقالت إن هي علمتها هي وأختها علشان يساعدوها ويعملوا الأعمال اليدوية دي ويباوها عشان يصرفوا على البيت وكانت خلالتها مرتاحة ماديا فكانت مامتها بتاخد زيزي البدروي وكانت بتروح لها كل أسبوع علشان تساعدها في البيت وكمان خلالتها تديها اللي في النصيب وقالت ده وما كانتش مكسوفة خالص وبتفتخر ان هي عاشت الحياة دي ودرست وتعلمت وكمان علشان تصرف على عائلتها وقالت ان هي كانت بتحلم ان هي تبقى مشهورة وكانت تبقى كويسة وده اللي علمها المسئولية وخلاها عايزة تسعد مامتها اللي شئت علشانها وحكت زيزي البطروي عن اول صدمة عاطفية في حياتها وقالت ان هي كانت بتحب جارها اللي كان ساكن قصدهم وكان بيحبها جدا وهي بتحبه والكلام ده كان عندها 14 سنة وقالت انه قعدوا 6 شهور يبصوا لبعض من الشباك وكمان بيتكلموا في التليفون وانه كان بيشتغل لها اغاني عبد الحليم حافظ وبعدين ابتدى ان هما يتقابلوا في الزمالك لحد ما دخل كلية الشرطة وبعدها دخل كلية الحقوق وكل ده وهي مستمرية معاه ولكن ابتدت اهله ويكتشفوا الموضوع وكان في اعتراض من ناحيتهم بسبب انها كانت ممثلة وختمت زيزي البطروي تفاصيل القصة قصة الحب والصدمة اللي عاشتها وبدأت بتقول ان النفور بدأ بينها وبين الشخص ده لما تلعت مع الاعلامي مفيد فوزي واتكلمت عن حياتها وقالت ان باباها حلاق فهو معجبهوش ده وقال لها ليه ما كانش لي لازمة ان انت ممكن تتكلمي وتقولي الكلام ده ما كانش لي داعي فبدأت ان هي تستغرب ولما باباها ما حستش بالشخص ده بوجوده جنبها وقالت ان هي ساعتها ما ادرتش ان هي تستمر معاه زي ما لقت الحنية في عادل صادق اللي كانت بتشتغل معاه في الوقت ده في مسلسل صبحة وكان بيعملها بحنية جدا وكان عوضها غياب ووفاة باباها وفي الفترة دي البسيطة ما ادرتش ان هي تبعد عنه وكمان اتجوزته والفنانة زيزي البدراوي برعت في اعمال تلفزيونية وكمان السلمائية وكمان المسرح بالنسبة لأعمال تلفزيونية كانت تفوقت في اعمالها في سن كبير ولعبت دور الام بجدارة وكان في مسلسل المال والبنون وشرخ في الجدار الحب وحضرت المتهم ابي نجمة الجماهير ليالي الحلمية حبيب الروح وقدمت في المسرح مسرحيات كتير جدا من ضمنهم هاملت وشيء في صدري واولاد في لندن وهلو دولي تزواجت الفنانة زيزي البدراوي مرتين المرة الاولى زي ما احنا ما قلنا من المخرج عادل صادق وده كان 1966 بعد تعرفهم خلال فيلم حب في القاهرة لكن الزواج لم يستمر طويلا وانفصلوا عن بعض وقالت بعدها في حوار صحفي سنة 1972 انها ندمت على الزيجة دي عما الزيجة التانية فكان من توفيق عبد الجليل اللي كانت بتحبه جدا وكانت بتحكي عنه في كل لقاءاتها وحفلاتها وما بين اصدقائها كمان ولكن الزيجة ايضا ما كملتش بس هو ابعادها عن السيليمة وده سبب قلت اعمالها واصبحت تقدم اعمال قليلة جدا في العام الواحد وده على حسب تصريحاتها في تلفزيون دبي لاجن الطلاق تم وتم الانفصال بينهم في 1988 ولم تتزوج بعدها حتى وفتها ولن تنجب زيزي البدراوي من زيجاتها الاثنين وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة